اشتركوا في القناة 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 يعني الأغلبية طبعا مشكورين الأشخاص اللي بيعلقوا اللي بحطوا لايك واللي بشيروا مشكورين جدا انهم بيساهموا بأقل يعني باللي بيقدروا عليه أما الأغلبية فهم بيسمعوا الحلقة بتكهرب إذا بديك بس لايك أو ديس لايك أو شو ما بدوا يعمل أو كومنت أو تشجيع أو نشر للقناة أو نشر للمحتوى أنا ما بطلب هذا الموضوع ولا رح أطلب هذا الموضوع ولا بهمني حتى أنه ينشهر تنشهر القناة ولا تنحرق القناة أنا مش مهتم في هذا الموضوع أنا مهتم أنه أنا عندي كان رسالة معينة القدامى بيعرفوه أنه أنا أكشف الناس النصابة والناس المحتالة والناس اللي بتستغل الناس وبتضحك على عقول الناس من وراء شيء طبعا هو ظاهر علم فلك ولكن الباطن هو استغلال الأمة أو استغلال البشر وأنا كان من البداية اللي برجع للحلقات القديمة سبب كل الهجوم اللي صار علي ومحاربتي والتبلغات وحرماني من يعني نقول 200-300 دولار بدو يجيني من الإعلانات بالشهر هم يبلغوا لحديث ما أنه اليوتيوب عمل علي ضلق في هذا الموضوع على أساس أنه أنا ما أحصل أي أرباح وفعليا أنا ما بحصل أي أرباح من هذا الموضوع اليوتيوب حاليا ناقش الموضوع وراجع الموضوع ووعده على أساس أنه هم بدهم يرفعوا إيدهم عن عملية البلاك هذا ويصيروا يرجعوا لي هذا المبلغ يعني أنا فعليا لما يجوا تحسبوا الموضوع أنه أنا كل هالحلقات اللي بعملها هو التعب عشان آخر الشهر يطلع لي 300 دولار خلينا نحكي 400 دولار بيجبنش الإبر اللي كليكسان أو اللي نيوهب اللي أنا بأخذها كل شهر بصراحة لأنه يعني تمنهم أي واحد بفهم بالصيدلي أو بالطب أساسا أو بيعرف هاي المعلومات أو أنتوا بإمكانكوا تسألوا صيدلي عن هاي الإبر المميع لحالها دون الإبر الثاني والعلاجات الأخرى والالتزامات اللي علي فهذا الموضوع صعب كثير صعب كثير 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 يعني عقول الأغلبية ما بتستوعدوا بتفكر أنه أنا بتدلع أنا بستجدي أنا لا والله أنا هذا الموضوع لا دلع ولا بالعكس أنا عندي معنويات أعلى من معنويات كل البشر رغم المرض اللي معي ورغم العمليات ورغم التكاليف ورغم الالتزامات ورغم الضغط اللي علي فيه ناس ما قصرت معي ما بنكر أنه فيه ناس دعمت فيه ناس انتسبت للقناة لأجل الدعم فيه ناس ساعدت في بعض الأمور اللي إلها علاقة بالعلاج فيه شخص يعني احنا بنحكي أشخاص فرادة أو قليلين جدا دعموني في الأجهزة اللي إجت مشكورين ومكثورين الخير ولكن أني أنا أجي في النهاية أنا حسبت وحتى تحدثت مع البعض في هذا الموضوع أنه أنا والله عشان أنشر القناة وعشان أنزل فيديوهات على القناة بدي أدفع كمان بدل ما أدفع علاجاتي وأدويتي أدفع حق أجيب أجهزة عشان أنا أطور القناة وأطور المحتوى تبع القناة وأنا في الآخر مش مستفيد من القناة لا والله أنا أجيب إبري وأجيب أدويتي وأجيب علاجاتي أبدا من هذا الموضوع يعني أنا بالعكس أنا برهق حالي بزيادة فعشان هيك بعض الأشخاص قالوا لي طب جرب هالتجربة وشوف يعني ممكن تزبط فقاسوا هذا الموضوع على حسب التعليقات أنه في أشخاص بقولك طيب إحنا بنا نتبرع مش عارفين كيف نتبرع مش عارفين كيف بدنا نحول الفلوس مش عارفين شو بدنا نعمل أبسط الطرق في العالم كله عنا اللي هو البيبال في ناس ما عندها كريدت كارت أو الكارت عشان يحولوا عن طريق الإنترنت ما لهم حساب للبيبال ما هي هدولة استثنيناهم من الموضوع البيبال تقدر تحول عليه من دولار لغاية ألف دولار أنت حر فالمبلغ اللي أنت بدك تحطه هذا دعم للقناة والرابط محطوط في صندوق الوصف من لما نعمل البيبال وهذا الإشي أعلننا من سنة ونص تقريبا أو سنتين في أشخاص بقولك لا أنا بدي طريقة ثانية في طريقة اللي هو الويسترين يونيوم المنيجرام الريو كل هدولة بصير عملية التحويل من خلال أي صراف بيشتغل بي إلا يشتغل في واحد من هدولة الثلاث كل صرافين العالم في كل دول العالم موجودين ممكن الدولة الوحيدة للحد الآن من فتح هذا الموضوع عندهم هم من سوريا أما باقي دول العالم هاي الأشياء موجودة عندهم هاي الحسابات عند الصرافين تبعين الإكسجينج موجودة عندهم برضو ما بدي أحرج اللي ما بدي يتبرع يعني اللي بيجي بقولك أنا حاولت ورحت وجيت مكثور الخير ما وصل مندل ما عرف في جوجل بقدر يعرف مين خلاله هدول الصرافين الثلاثون موجودين بلاها إيه ناس عندهم حسابات بنك بقولك أنا يا عمي طيب بدي البيبال بدي الآيبان تبع البنك يجينا أقولنا لهم يا عمي هيحطينا الآيبان حطينا الآيبان البنك نفسه عمل بلوك عندي على اللي هي تمويلي إيش التمويلي أو الكريدت التمويلي لأنه ممنوع أحط للعلن رقم الآيبان تبع البنك يجينا رحنا على التليجرام حطيناه في التليجرام بطريقة سرية على أساساً أنه البنك ما يحاسبنا أنه إحنا ما نحطه على الفيديوهات فحطيت العنوان تبع الآيبان والبيبال حطيناهن على الانستجرام على مش الانستجرام تليجرام نفس الشيء ما حدث برها هذا الحكي أنا طبعاً مدحكيه لأنه هيك أنا بحكيه مع الأحبة على أساساً أنه الكل يعرف أنه أنا يعني ضغط وخيبة أمل كبيرة أنا عشتها بالفترة الماضية ولكن مش من الجميع وما بحسب الجميع وما بلوم الجميع ولا بلوم أي حد لأنه ما حد مجبر أساساً أنه يعمل أي شيء في ناساساً راح تطلع شحدة وأسلوبك وليش تحكي بالكلام هذا وانت جرحتنا وانت مش عارف إيش أنا ما بقصد أي حد أنا بوجه كلامي بصورة عامة كل الدول في العالم بلموا كل القنوات بطلبوا تبرعات البيت الأبيض الرئيس الأمريكي نفسه لما بدي رشح حاله للانتخابات برشح حاله حملته الانتخابية بتكون عبارة عن تبرعات بيبيعوا مجات وبلايز وقمصان وشغلات زي هيك على أساس أنه يلموا تبرعات للرئيس الأمريكي اللي بدي رشح حاله للانتخابات يعني مش عيب أني أنا أطلب دعم على أساس أني أنا أجيب أجهزة الأجهزة هاي عشان أنا أبث لكم محتوى عشان أعلم عشان أساعد بالمقابل أنا ما بأخذ مقابل يعني كل تبعين القنوات النصابين والمحتالين والسرسرية كلهم اللي بنصب على الأم بأخذ مبالغ يعني بأخذ من ميتين دولار وبطلع وطلع لفوق بالأرقام أنا ما بأخذ ولا تعريفة وبساعد ببلاش وبجاوب الكل وبضلع اتصال لحديت ما المعلومة توصل ويفهمها الشخص رغم الوضع الصحي اللي أنا موجود فيه ورغم الوضع اللي أنا بعاني منه رغم هيك أنا يعني قصرت مع بعض الأشخاص أني أنا ما وفيت معهم أو وعدتهم أني أرد عليهم ما قدرت أرد من كثافة الرسائل ومنك كثافة الوقت اللي موجوده عندي اللي أنا بكون يا في مستشفى يا براجع يا هد عندي كثير من الأشياء يعني بدولي أنه سعيد هذه القناة هي لو لا الألف شخص أو الألفين أو الثمن تلاف اللي بتابعوني اللي من ضمنهم ألف شخص بحطوا لايك هذو لا بستهلوا أني أنا أعمل لهم محتوى وأني أنا سجل لهم الحلقات ونزل لهم مياه ولكن والله أني أنا مبسوط والله عندي وقربت على المئة ألف ومئة ألف بس رقم ما بهمني رقم أنا بهمني أشخاص فاعلين موجودين على القناة وهذا اللي بهمني هذا اللي أنا بنجح القناة أو بفشل القناة ما بهمني أنا الرقم والله قديش مشتركين عندي طيب عشان ما نطيل بالموضوع هذا فأنا قررت أني أنا أعمل رابط على الدرايف عندي على الجوجل الرابط هذا رح أحط في الأسامي الصرافين اللي إحنا في الأردن موجودين ونقدر أن نأخذ منهم أحط الآيبان والعنوان تبعه أحط البيبال والكود تبعه أحط رقم تليفوني على الموضوع عشان اللي بدي يتواصل معي ورغم أنه عشان يسجله إذا بدي يحول وبدأ حط صورة البطاقة الشخصية تبعتي عشان الاسم الرباعي إذا الواحد بحاجة لهذا الموضوع هيك أنا بكون عملت كل شيء وما خليت أي حجة لأي حد عساس أنه ما حد يجي يقول آه لازم نتبرع لو نتبرع مش عارف إيش طب نتبرع ما نش عارف شو ندفع لك مش عارف إيش ونقدر دولار على دولار من جمع الكلام كثير ولكن فعليا هل هذا الشيء موجود على أرض الواقع الناس بتفكر من التعليقات هذا أنه صار أنا جايني مئة ألف دينار يعني أنا فعليا ما في شخص واحد أنت وحدي من البحرين بارك الله فيها ساهمت باللي بتقدر عليه مبلغ متواضع ولكن بالنسبة لي أنا هذا مبلغ كبير ليش لأنه هذا المبلغ أنا بإمكاني أنه مبلغ على مبلغ على مبلغ زي ما ادخرنا في المرة الأولى وجبنا جهاز الصوت وجبنا مايك وجبنا كاميرا وجبنا 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 كلها لملمناها مع بعض وقدرنا نجيب ولكن أنا الآن ما بقدر أنا المستشفى آخر إشي العمليات وهدول أنا هربت من المستشفى أنا ما دفعت للمستشفى أنا مطالب أساسا بديون يعني كل هذا الإشي الضحكة والابتسامة واللامعة والمشعارة فيه أنا رجعت للرسم وبنزل للرسم لأجل أستفيد من الرسم بلك الرسم جاب لي دخل وبرضو رغم هيك صرنا نرسم للناس ببلاش وفرغم هيك ما أجناش فلوس من وراء الرسم يعني أنا أنا الغلق فيه طبعا أنا بعرف فعشان هيك بيكتوا عذروني أنه اليوم أنا شوي العتب على قدر المحبة وأنا للأسف يعني أنا اليومين أنا بوضع صحي مزري وحتى نفسي زبالي بعذروني بال ليش لأنه أنا مضغطت يعني مضغطت من كل الجهات ما عندي أي منفس فعشان هيك يا أخواني يا أحبتي بدكوا تعذروني من الآن وطالع هيك من الأيام الجاية هاي بدكوا تعذروني وعذروني على الوضع اللي أنا فيه أنا أبرهق حالي زيادة عن اللزوم فعشان هيك أنا رح أعمل بمشورة الأشخاص اللي طلبت مني أعمل هذا الشي رح أعمله وعذر الجميع واللي بدوش يتبرع ما يتبرعش واللي بدوش يدعم ما يدعمش ما حدا مجبر على هذا الموضوع ولكن ما حدا يبيعني شعارات ما حدا ينظر علي لأنه أنا أدرى بالوضع اللي أنا فيه ومش كل كلام بنحك يؤخذ فيه فأنا عادي جدا يعني عندي من الجراء اللي ما بتخيلها إبني آدم والقدامى بيعرف وبجيب كشف حساب البنك بحطه ببال وبحطه وبحط الدنيا كلها اللي أنتو تشوفه بعينكو يعني مش هال يعني أنا ماشي بتسول بمعنى آخر ولكن بتسول بدون مقابل أجل ما فيه المتسولين والله يا عمي بروح له في اليوم بمبلغ أنا جاعد بهين في نفسي وبهدل في نفسي على الفاضي يعني بس أنه ما نبني غيره أنه يطلع للواحد يقول لي آه أنت فاتح القناة للشحدي يا عمي أقول لك فاتح حل الشحدي أنا جاي أشحد ولا يكربنا قال لك أما السائلة فلا تنهر يعني احكي معي بلطف أجل ما فيه اعرف ضرف شو هو اعرف ليش أنا بحكي هيك ليش دافع لي فلوس أنت ما يغنيني يعني دافع من جيبة أبوك أنت يا عمي اللي دافع لي ياخده أقول لك ازعل مني وتابعني عملي بلوك روح أما أنا الأحبة اللي بتابعوني واللي بيعلقوا واللي بكتبوا كلام بشجعني وبتدعمني نفسيا وفي نفس اللحظة اللي بنشطوا القناة وبحركوا القناة والله يا عمي هذول على راسي والله لو بسهر ليل نهار وبلاقي من تحت الأرض ناس يتساعدني عشان أوصل لهم المعلومة رح أوصل لهم المعلومة وتستغربوش في الأيام القادمة يمكن أنا أشخاص معينين أعمل لهم جروب واحد وممكن أصير أسجل حلقات وأدي لهم هم الحالهم وألغي قناة اليوتيوب عادي جدا ممكن تصير معي هذه القصة مسجل مسجل خلاص بصير أسجل لهم صوت على التليفون عادي على الريكوردر وعلى الجروب هذا تبعنا بأودي لهم إياها وكل واحد اتصلوا لعنده لا يدخل يوتيوب وطز في اليوتيوب كمان معلش أنا طولت كثير ورغيت كثير وعارف أنه كثير ما رح يهمهم هذا الكلام وكثير ما رح يسمعهم هذا الكلام عادي جدا وببين على اليوتيوب أساسا ببين قديش نسمع من الحلقة اسمعتها كلها اسمعتها نصها اسمعت جزء منها هذا الاشي أي واحد عنده قناة يوتيوب بعرف قديش حجم كل حلقة وقديش بنشاف منها وقديش عدد المشاهدين اللي شافوها ومن أي دول شافوها وقديش أعمار اللي شافوها وذكور واللئينات اللي شافوها كل هذا احنا بنعرفه بس منطرنش بمزاجنا عشان هيك أنا بعتذر كثير على هاي الإطالة المقدم القوي شوي ورغم أني أنا كنت خجلان أني أحكي هذا الحكي ولكن طلع معي خلص إيش ما كانت ردة الفعل معكو حق هيك راح أحكي يعني زي ما أنا معي حق أحكي هذا الكلام وأنتم معكو حق برضو أنكو تردوا علي بكلام أقصى من هذا الكلام خلينا نروح لتوقعاتنا طبعا الرابط راح أحطي الكويا في أول تعليق تحت الفيديو يعني راح أحطه في صندوق الوصف وراح أحطه في أول تعليق للناس اللي ما بيعرفوا صندوق الوصف كمان طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الخميس 18 أب أغسطس القمر موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد حي لا تصلح للعداء والمشاكل ما شاء الله طيب القمر لسه موجود فيها موعد بث الحلقة طبعا الساعة 7 و 14 دقيقة القمر راح ينتقل ويصير في منزلة الهقعة هاي المنزلة طبعا راح يضل فيها لغاية مساء مساء الخميس يعني من مساء الأربعة لمساء الخميس تقريبا 24 ساعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم الأورام الأعمال الأسحار الأشياء هاي والأشياء المضرة في داخل جسم البني آدم وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا القمر موجود في برج الثور بمعنى موجود في برج الثور معناته منشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقلنا ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار يمكننا شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عنا مجموعة زوايا ولكن في عنا زاوية مهمة جدا اللي هي أول زاوية رح أذكرها الآن زاوية خطيرة جدا بالظاهر ولكن بالباطن أخف من ظاهرها كيف يعني؟ أول إشياء هاي زاوية زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين المريخ هذه الزاوية عادة لما بتصير بتصير في نوع من أنواع الحروب لأنه الشمس اللي علاقة بالقيادات والجيش والزعماء والأمور هاي والمريخ اللي علاقة بالحرب فاثنين مع بعض في زاوية تربيع يعني إشي عنيف جدا هاي الزاوية تاريخها من ثمانتاش ثمانية له اليوم وحتى يوم أربعة تسعة ذروتها يوم سبعة وعشرين ثمانية رح تكون في الساعة خمسة وسبعة وعشرين دقيقة صباحا هاي الزاوية بتدل على ارتفاع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر أو الأماكن الحادة والساخنة وعادة بسود جو من التوتر والعدوانية بحيث أنه بهاي الفترة بيتوجه بالحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه ممكن أي كلمة غير محسوبة ممكن توقذ على محمل مغير تماما وتنفهم غلط وادخلنا بمواجهات إحنا بغنى عنها يا سلام يعني الرد على الحلقة والمقدم اللي أنا عملتها رح يكون رد ناري وقاسي وناس رح تكون لذيين بالكلام ما هذا متوقع بما أنه هاي الزاوية موجودة بدل على أنه برضو الحكومة بتميل لممارسة سياسة قمعية لفرض مفودها وسطوتها وبدل كذلك على زدياد أعمال العنف والعدوان وكذلك إضرابات في قطاع الصناعة أو قطاع الصحة ماشي هاي حدية هاي الزاوية طيب الآن بدنا نحكي شغلة ثانية عشان الأشخاص اللي بدهم يتعلموا من علم الفلك معلش اليوم جاي عبالي أحكي كثير بما أني مش رحها منتج فمعناته أني أحكي الشمس بطبيعتها هي منتحسة بيش لأنها بتشكل زوايا تربيع مع أورانوس مع المريخ تقابل مع زحل يعني في نحوسة عالية جدا موجودة على الشمس المريخ رح يصير العكس هي منتحسة الآن ولكن ابتداء من اليوم رح تبلش تشكل زوايا إيجابية زوايا تثليث وأهمها الزاوية مع بلوتو هاي الزاوية وزاوية اللي موجودة مع نبتون زاوية التزديس هذولا رح يضعفوا من حدية المريخ ويعملونه شوي ضعيف يعني الأحداث مش ب ما رح يكون في أحداث ولكن الأحداث هاي ما رح تكون عنيفة جدا يعني متقلبة في تقلبات في مشاحنات في توتر في عصبية في حدية ولكن ما رح تعمل حرب مثلا حرب كبيرة ممكن تعمل زي ضربات خفيفة يومين ثلاثة أربعة شغلة زي هيك وبتنتهي هاي بالنسبة لها الزاوية بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث الإيجابية بين عطارد وبين أورانوس طبعا هاي زاوية اليوم آخر يوم لها بعدين بتنتهي مننشط فمنباشر بأكثر من مسعة في أكثر من اتجاه في ذات الوقت كما هاي زاوية بتعزز قدرتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مسائل علمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجود لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وبرضو اليوم آخر يوم لهاي الزاوية هي زاوية التقابل السلبية بين الشمس وبين زحل بتخلق مصاعب وعرقيل بتحتاج منها بذل الجهد والتصميم والإرادة لتجاوزها بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين المريخ وبين بلوتو وهي برضو تأثيراتها اليوم آخر يوم لإلها بتجعلنا شوي نكون خجلين ولكن ممكن نرد على أي شخص بثيرنا بعنف شديد جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين نبتن وبين بلوتو طبعا هاي حكينا زاوية منفصلة لغاية يوم اثنين تسعة بعدين بتنتهي وهي اللي بتسبب عودة وضعية قديمة أو حدث قديم أو شيء قديم برجع على الساحة عشان يدعم من وضعنا من جديد بقوة أكبر بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل أو زاوية هي زاوية التثليث إيجابية رح تكون بين الزهرة وبين المشتري وهاي برضو تأثيراتها لا يوم عشرين ثمانية اليوم ذروتها طبعا ساعة ثمانية ودقيقتين صباحا بتوقيت درينج وعادة عند حدوث هذا الاتصال بتتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك وهذا الشيء بسهل التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم وبرضو بتسهل إقناعهم حتى وإن كانوا الزاوية بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات ذات صلة بذلك أو بهذا القدرات مثل الفن والديكور والتجميل وهاي الأمور بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين قرانوس وهاي راح تكون ذروتها الساعة ثنتين وتسعتاشر دقيقة ما قبل العصر أو عصرا منقدر نحكي على توقيت الأردن يعني خمسة وثلث بتوقيت الأردن ثنتين وتسعتاشر دقيقة بتوقيت جرينيتش عصرا تأثيرات هاي زاوية من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء هاي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعر كذلك من ناحية إيجابية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام الساعة سبع وثلاث وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيراتها من ساعات الظهر لغاية ساعات منتصف الليل من واجه مصاعب عرقي لبتطلب مننا إن نبدو الجهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوط يفتقل البعض الشجاع اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجع للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد وبرضو هاي ساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اليوم عنا العنق والحنجرة الحفال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين تفاحة آدم هذولة الأكثر حساسية طبعا هذولة لا ما مننصح لإجراء عمليات جراحية إلها إلا إذا كانت العمليات طارية باقي أعضاء الجسم مسموح إجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل فيها اليوم ما في زوايا إلا علاقة بالعمليات نقول والله خطيرة وبرضو في نفس اللحظة ما في خلوم مسار إذن بس الأعضاء هاي اللي بدها رعاية بالنسبة لهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح أيضا لإزالة شعر زائد يصلح لقصة شعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقصة العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 19-8 رح يكون في تمام الساعة 11-5 دقائق ظهرا ورح يستمر حتى تمام الساعة 12-5 دقائق ظهرا يعني مدة ساعة خلو المسار رح يكون بعدها القمر رح ينتقل لبرج الجوزاء بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المربع عمر 21 يوم في تمام الساعة 57-5 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بيصبح 22 يوم نسبة الإضاءة بتصير 55% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 23-8 منتحس بنسبة 60% الآن ولكن في ساعة الظهر ترتفع نسبة النحوس إلى 90% القمر في الثور حتى يوم 19-8 منتحس بنسبة 25% في ساعة الصباح بصير منتحس بنسبة 50% عطارد في العذراء حتى يوم 26-8 سعيد بنسبة 25% الزهرة في الأسد حتى يوم 59 سعيد بنسبة 45% المريخ في الثور حتى يوم 28 منتحس الآن بنسبة 40% ولكن في ساعة الظهر بصير منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28-10 منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 15% بيتراجع 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 حتى يوم 18-10 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يوم يوم بيحمل معا فرصة مالية ممكن تكون هاي الفرصة مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم واليوم بإمكانكم تعالجوا استحقاق مالي أهم شيء ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم شيء أنه اليوم تتفاعلوا برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لأي خطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي بتتحسن المعنويات بشكل ملموس وبتنطلق في ورش جديدة أهم شيء أنك تشجع لأنه في نوع من أنواع المواجهات اللي أنت رح تواجهها أو تواجه واقع صعب ورح تمارس إرادة قوية معين دفاع وحماسة ورح تنتصر على كثير من الاعتبارات برج الجوزة يوم يوم بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم أهم شيء ما توقعوا على العقد ما تبدأوا عملي جديد هاي فترة فارغة من الحظ حاولوا وتحللوا الأمور بهدوء وبتعدوا عن الأضواء وحاولوا إنكم ما تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وتعتبر هاي الفترة من أسوأ أيام الشهر لأن القمر موجود في بيت المتاعب لغاية ظهر يوم الجمعة برج السرطان ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته أهم شيء إنك ما تبقى وحيد الظروف واعدة بتعاطف وتأييد لتحركاتكم ممكن تفرح بدعم جهة ما أهم إشي إنه اليوم الأجواء فيها إيجابية وفيه شيء بيتكلم عن لقاءات وتعاون متبادل ما بينك وبين بعض الأشخاص برج الأسد يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعك إثبات جدارتكم للمسؤولين أهم شيء ما تتدمر من كثرة الأعباء اتدمرنا وخلصنا الضغوط كبيرة ولكنها فترة مهمة أحاول أنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك أثرت وخلصت سيطر على أعصابك حتى لو شعرت بالإنزعاج وفلتت الأعصاب عشان تعرفوا يا موليد الأسد أنه والله كلنا تعبانين يعني الشمس عندنا دمرتنا مش ساعدتنا برج العذرة بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح عندكم عالية وبشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وبتفرحوا بخبر أو تجاوب بعض الأشخاص معاكم يعني فترة لبعض موليد برج العذرة فيها سفر محتمل أو تخطيط لهذا الأمر برج الميزان تم فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة إلى الرعاق سار على تهديئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة أهم شيء تتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور لنصابها ابتنشغل بمعاملات وأوراق خلال هذا اليوم برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبرضو بوسعكم تعزيز شراكاتكم أهم شيء أن تتجنبوا الإنفعالات اللي بتخفيه عداوة لسيما مع الإدارات والمسؤولين وبحذركم من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنه راح تكون خاسر والخصم راح يكون قوي وشرس برج القوس رغم تراكم العمل إلا أنه أنتوا عندكم قدرة عالية على إنجاز الكثير من أعمالكم أهم شيء أن تنظموا جدول غذاكم تأخذوا قصد كافي من الراحة وحاولوا أنكم ما تلتهوا بالقشور ومن المستحسن أنك تبدأ عملك باكر إذا أردت نتائج مرضية فترى مثمرة وسعيدة تطلق نتائج لجهودك السابقة وبتنطلق في مرحلة مهنية جديدة الأجواء جيدة على هاي الأمور ولكن زي ما حكينا مراقب صحتك برج الجديد بترغبوا في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ومارسة نشاط فني أهمش أنك ما تتردد في التعبير عن عواطبك حاول تكريس مزيد من الوقت لأحباك ابتنموا بعض العلاقات وبتزدهر لكن لا تسمح لشؤونك الشخصية بالتأثير على سلوكك خلال هذا اليوم لأن القمر يعني ما كانوا شوي هيك بضغط عليك فعشان هيك حاول أنك ما تعصب ولكن الأجواء جمالا فيها دعم كبير بورج الدلوه بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية ممكن اليوم تنشغله بمسائل عائلية أهمش أنك ما تترك أي شخص يحبط طموحاتك أو يتدخل في شؤونك حاذر من الخلافات وحاول أنك ما تضخم الأمور شوي ممكن تبدو مرهف الإحساس ومتوتر بسبب قلق ما الفترة هي تحمل نوع من أنواع إما سفر أو اتصالات كثيفة جدا ارتباط برضو فيه إشي الأعلاقة بالوعية الصحية ممكن إلك أو لأحد الأحبة برج الحوت ابتنشطوه في الدراسة والسفر والاتصالات وتعتبر هاي فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة بيكون الكنوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء تحافظه على الموضوعية والهدوء والرصانة أثناء التعامل مع الغير حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة رح تكون تنقلاتك مهمة ورح تتمتع بسرعة خاطر وقوة أفكار وأعذار ورح تتمتع بنشاط عالي جدا وحماسة عالية جدا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء